اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا المحلية يمكن طبعا في الاخبار المحلية اهم حدث عندنا طبعا لسبوع القادم وهو كأس العالم او بطولة العالم لكرة الياد يمكن اول الفرق اللي جات الاسبوع اللي فاك كان فريق اليابان فمنتخب مصر انتهز الفرصة دي وبالتالي ايضا منتخب اليابان انتهز الفرصة دي ولعب ومطش ودي كانت عصالة رقم واحد باستاد القاهرة منتخب مصر فاز 34 29 نشوط الاول كان خلص 17 16 لمنتخب مصر وعايز اقول لكم ان المطش ده حضر الدكتور اشف صبحي وزير الشباب الرياضة والمهندس الشام ناصر رئيس الاتحاد والكابتل حسين لبيب والدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي وطبعا مصر دي تعتبر بروفا لها طبعا قبل مطش تشيلي اللي هتلاعب يوم الاربع اللي جاي وخلينا اقول لكم حاجة مهمة برضو ان في مطش تاني هتلاعب مع اليابان يعني يمكن كانت فرصة كويسة ان طبعا الفرقتين يلعبوا مطش او مطشات ودية قبل الكاس العالم وخلينا اقول لكم ان دي برضو الميزة فيها ان انت بتلعب جوه اجواء البطولة يعني الاجراءات الاحترازية هي هي نفس الوقتين اللي انت بتقيم فيه نفس الملعب اللي انت بتلعب فيها فالحقيقة كان مطش مهمة ولو شفتوا النتيجة 34 29 هتحسوا ان الفرقتين ما كانوش بعيد يعني مش مطش وان سايد جيم مثلا لا والشوت الاول 17 16 يعني معناه كده ان فيه استفادة من اتنين واكيد طبعا المديرين الفنيين عندهم يعني يمكن مدير فني مصر اكتر ان عنده فيه تلات لعيبة هيتم استبعادهم اكيد جرب كل اللاعبين والمباراة طبعا مفيش حد يدخل الصالة الا ما كان متأمن تمام ويعني زي ما بيقولوا يعني متأكدين مية المية ان الكل في الملعب يعني او ملعب بالكامل خالي من كورونا لان طبعا ده من ضمن الاجراءات الاحترازية وعايز اقول لكم حاجة عن بطولة العلم دي طبعا انتو عارفين توماس بخ رئيس اللجنة الامبية الدولية هيكون موجود يعني تواجهته دعوة وان شاء الله جاي انا عايز اقول لكم انه بنسبة كبيرة جدا العلم كله جاي يشوف مصر هتعمل ايه العلم كله جاي يتعلم يشوف مصر هتعمل ايه مش يشوف بس لان في بطولات جايه كتير لو مصر نجحت في تنظيم هذه البطولة انا عايز اقول لكم ان العلم كله هيتجرق وهيعمل بطولاته هيقيم بطولاته هيشوفه تنظيم البطولة ازاي يمكن احنا قلنا قبل كده انه بتعمل بنظام البابل البابل اللي هي الفقاعة المقفولة يعارفين يعني فقاعة واقية كده جوا الميا مقفولة اللاعبين وكل مانية حتى انت عايز اقول لكم حتى الصحفيين هيعملوا ماس هيخشوا المعاسكر مفيش حد هيطلع ولا هيخش حتى العاملين في القتيل نظام صارم جدا للحفاظ على سلامة اللاعبين لو ده نجح والدنيا كلها شافت الموضوع نجح انا بقول لكم ان ده هيأثر بشكل كبير على الدورة اللومبية اللي جايه لو مصر ان شاء الله بإذن الله نجحت وهننجح ان شاء الله كلنا ثقة في المسؤولين واللي بيديروا هذا المسؤولين الملف ان احنا هننجح وهنبهر العالم بهذا التنظيم خاصة ان احنا عندنا اتنين وثلاثين فرقة مشاركة فطبعا عدد من الفرقة الكبير باجهزتهم الفنية بالصحفيين بكل كلام ده ان شاء الله هتنجح البطولة بإذن الله